اشتركوا في القناة برلين بعيون العربية الفيديو مات اليوم هو عن فيستايم وتحديدا إذا تعطى الفيستايم ومشتغل كيف رح تعمل وتحاول تشغلك قبل ما أبد الشرح أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناة برلين بعيون العربية باشتراك و لايك ويفعل الجرس حتى يوصل لكل شديد من عديو الجديد على قناة قناتي اسمها برلين بعيون العربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل تطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل في البداية عطى تطبيق الفيستايم رح ينقسم إلى عدة أقسام قسم تابع للجهاز وقسم تابع للحساب رح نحلهم اثنينهم وإن شاء الله يتصلحتكم أول شي رح نروح حتى نصلح الفيستايم رح نروح على الإعدادات ننزل على عام تنزل على تحديث البرنامج تتأكد عندك آخر تحديث هنا لازم يكون دائما آخر تحديث عندك ما عليك من أي كلام يقول هذا التحديث مو زين لا دائما حدث بعدها رح ننزل على المساحة وهذا الشيء مهم هذه المساحات كلية 128 المستخدم 85 الفرق بيناتهم من المساحة غير مستخدمة وطبعا كلما كبر الجهاز كلما زيد بالنسبة للذاكرة 64 يكون 10 جيجا تقريبا هنا 128 لازم أقل شي 20 إلى 30 جيجا مساحة غير مستخدمة حتى الآيفون يشتغل بصورة صحيحة والتطبيقات تشتغل بصورة صحيحة بعدها رح ننزل على الفيستايم رح نشوف كم المساحة مالتا الفيستايم مثل ما تشاهدون المساحة مالتا 1 ميجا فلو كانت 1 جيجا 2 جيجا الأفضل تدخل تحذفها وترجع الآن أنا خلصت الجهاز ما بي أي مشكلة العطل الثاني بعض الأحياني يكون بسبب أنه ما محدث أروح على الأبل ستور أدخل بالأعلى ونزل الشاشة إلى الأسفل أرجع أتأكد أنه ما موجود تحديث لو كان تحديث أحدث وأرجع شغله إن شاء الله يشتغل كملت هالشغلات ما اشتغل طفي الهاتف أرجع شغله وحاول به إذا ما اشتغل ما قدامك إلا تدخل على هذا التطبيق رح تدخل على هذا التطبيق أبل تختار جهاز مالتك بعدها رح تنزل على المزيد رح تختار رح تبحث عفون على الفيستايم تدخل عليه رح ينطيك هنا أدة خيارات تعذر تنشيط استخدام الفيستايم على الآيفون وهكذا إذا ما حلت مشكلتك رح تروح على الدردشة رح تدخل هنا وإنها الدردشة رح تدخل هنا وتحاول تتواصل وياهم وهم يحلوا لك المشكلة طبعا لازم تكون تتكلم اللغة الإنجليزية أو أنه تترجمة هذا يحبي تشرح لكم إياه عن كيف رح تحل مشكلة عطل الفيستايم أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته ادعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراك و لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلتكم كل شديد من عندي مع تحياتي من برلين أحصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر وشكرا لكم مع ألف سلامة